السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومسابيين الكرام كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتوا ما كتشاهدوا هذا الفيديو ومرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم بوشرا شانيل وما تنسونيش أخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع المؤثرة المغربية حديجة كتنزل آخر الأخبار على الزوجية لهيشام فخليكم معي أخوتي باستمع شنو قلت وتشوفوا شنو الزلاسة اللي حساب ديالا عبر موقع التواصل الشي معي انستغرام فكيف ما كتسعرفوا باللي خدجة كانت نزلت آخر ستوري اللي كتطلب من الناس أنهم يتدعو مع هيشام وقالت باللي هاد الأيام غادي تدوز عنده صعيبة فبزاف ديالناس اللي بقى مخلوعين لهيشام وقصفتوا الخدجة في الخاص كيسولوها كيف بقى هيشام وفين وصلت لحالة دياله فخدجة من بعد ما شافت بزاف ديالرسائل في الخاص عندها قررت أنها تنزل ستوري باش تجاوب كل شي في خطرة وحدة ونزلت ستوري الهيشام من داخل المستجفى اللي كتقول فيه شكرا بزاف على رسائلكم يسول فيكم الخير الله يرحم لكم الوالدين هيشام شوية الحمد لله على كل حال تكربس هاد الأيام بزاف بالأخص اليوم الله يجعلها مغفرة الدنوب يا رب أنا سبحان الله قعمس هزولي يلهم أعطاني ربي واحد صبر غير الحاجة الوحيدة اللي ما كان قدرش عليها هي دموع هيشام فاش كنشوف دموع نزله كنعرفه مبقاش قادر يصبر تمك أنا نفسك تحبس فيا حيث ما كان قدرش نشوفوك يتعدم تكرفس بزاف بزاف الحمد لله على كل حال بغيت نطلب منكم واحد الحاجة أي واحد شاف هاد السطوري وكان عنده شي هم ولا شي مشكيل عافاكم رح احتاج حاجة ما كسبان قدم الصحة إلا عندك صحصك قل الحمد لله وصبر وكمل في صبر ديالك ره ربي غادي جازك ويفتح في وجهك على الأبواب حيث انت أصلا عندك كونوس الدنيا اللي هي صحتك شوفوا من اي متوحنا في السبيطار من شهر خمسة والله إلا فاش كنشوف هيشام باخير وكيه دار معايا وخاص بيطار الغربة كسبان لي الدنيا زوينا حسد ابا الحمد لله على كل حال نتمنى سكونوا فهمتوني دعاواتكم للملكنا الحبيب الغالي الله يحفظوا لينا ويطول لنا في عمره يا رب فكيف ما سمسوا أخوتي باللي هشام سعد بها الأيام الساف الله يكون معاه والله يخفف عليه والله يجعل لي مغفر سدنوب يا رب وهات خمسة شهر اللي دوزوا في الغربارة مشي سهلة باش يكون بها دلائلة ديالك وبوحدك تم فالله يكون معهم والله يدل يمتون ديال الخير والله يفرحهم وان شاء الله يرجعوا لبلادهم فرحانين وبشفاء ديالهشام إن شاء الله يا رب فدعاواتكم معاخوتي بالشفاء العاجل اللي يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب فهنا خسونكم وصلنا لنهاية الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلام